وخلال اجتماع مجلس الوزراء استعرض وزير المالية أحمد كوجوك تقريرا حول الأداء المالي للعام المالي 2023-2024 حيث أوضح التقرير أن الموازنة حققت فائضا أوليا خدره 857 مليار جنيه مقارنة بنحو 264 مليار جنيه في العام المالي السابق وذلك على الرغم من الصدمات التي أثرت على النشاط الاقتصادية لافتا إلى أن وزارة المالية قامت بتلبية مختلف احتياجات قطاع التعليم والتي بلغت نحو 256 مليار جنيه كما أتاحت احتياجات القطاع الصحة التي بلغت نحو 280 مليار جنيه وأشار التقرير إلى أن الخزانة العامة سددت مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات والتي بلغت 285 مليار جنيه كما سددت كافة المستحقات الخاصة بدعم السلع التموينية بقيمة 133 مليار جنيه بجانب زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة وتوفير مخصصات كافية لمختلف بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ساهم في زيادة المصرفات بمعدل نمو سنوي قدره 37.4%